بيتم تثبيت الفيمرة الهيد داخل الاسيتابولم بوسطة الاسيتابولر لابرام ومجموعة اربطار رئيسية هنشرحهم في الجزئية دي مبدأين كده اللابرام ده عامل زي الشفة فلو هنتخيل ان المفصل فم فالابرام هي الشفة الخاصة بالفم ده الاسيتابولر لابرام بتكون حفة لفية غضروفية فيبرو كارتنيجينيس ريم الحفة دي محيطة بمعظم حدود الاسيتابولم الخارجية وبالتاني بتكون محيطة بالفيمر الهيد من الخارج بشكل محكم وده بيساعد على تثبيت وحكام الفيمر الهيد داخل الاسيتابولم بشكل جيد معتمدا على عمق الحفرة الموجودة في الاسيتابولم واللي اسمها اسيتابولر فصة نيجي بعد كده للاربطة بنلاحظ ان الهوامش او الحدود السفلية للاسيتابولم غير مكتملة وبيتم دعم تقوية الحد السفلي بواسطة روباط اسمه Transverse Acetabular Legament وده بيكون ممتد خلال الاسيتابولر نوتش فبيتواجد ما بينهم قناة اسمها اسيتابولر فريمن وده قناة او صجب بتسمح بمرور العصاب واللعوعية الدموية من وإلى الهيب جوينت نيجي بعد كده للروباط التاني وهو الاليوفيمر الليجامنت وده واحد من اقوى اربطة الجسم ووظفته بشكل عام هو تثبيت واستقرار مفصل الورك وبيمتد من الانتيريور انفيريور اليك سباين والريم او فزا اسيتابولم لحد ما ينسيرتون انترترك انتريك لاين او فزا فيمر والوظيفة الاساسية المحددة لهذا المفصل هو توفير الدعم والتعزيز القوي للجزء الامامي في الهيب جوينت المفصلين اللي بعد كده هم الاسكيو فيمر الليجامنت والبيب وفيمر الليجامنت ومن الصعب التمييز ما بينه وبيكونوا شكل حلزوني في اتصالهم بالفيمر الاسكيو فيمر الليجامنت بيبدأ اتصالوا بالاسكيام وبيمر بشكل حلزوني فوق الفيمرال نيك لحد ما ينسيرتون بستيريور فيمرال نيك ودوارنه بشكل حلزوني للخلف بيجعله الرباط الوحيد الموجود على السطح الخلفي للهب والبيو فيمرال ليجامند بيبدأ اتصاله من السويريور بيب كريمس وبعد كده بينتشر ويندمج مع الإليو فيمرال ليجامند ويتصل بالإنتر تروكنتريك لاي الشكل الحلزوني للرباطين دول فريد من نوعه بالنسبة للبشر وبيضمن تسابات واستقرار المفصل والتحكم بشكل كامل في الوضع العام للطرف السفلي نيجي بعد كده للليجامين تمتيرس وهو عبارة عن شريط عريض بيمتد من الفوفيا كابيتس الموجودة في الفيمرال هيد إلى أن يصل لحافة الأسيتابلر نوتش ويندمج مع الترانسفيرس أسيتابلر ليجامند والليجامين تمتيرس بيقع بالكامل داخل الهب جويند ويحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية اللي بتمر إلى الفيمرال هيد والدراسات الأخيرة بتشير إلى أن الليجامين تمتيرس هو المثبت الأساسي والقوي اللي بيمنع حدوث خلع في الهب جويند ترجمة نانسي قنقر